السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي وفصحة جيدة وأحوال طيبة إن شاء الله مرحبا بكم في قناتكم قناة لوبنا ماهير على فيديو جديد وفيديو نهار اليوم إن شاء الله عبارة على هذه اللاطة ديال الجاج اللي كتجي أكتر من رائعة بواحد الشرمولة اللي كتجي بنينة 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 بزاف بدون حتى شي قطرة ديال الماء كتجي معلكة ممتازة وكيجي لدي تغطي المدمنة لأن الصراحة كتجي بنينة وساهلة في تحضير ديالها ماكتحتاش منه وقت طويل كيف ماكتشوفوا معي الدجاج كيفاش كيجي ممتاز حتى الغسل ديال الجاج مهم بزاف بزاف فكيف ماكتشوفوا الدجاج كيجي فتي يعني في حل طيب طنجرة كيجي رائع رائع ممتاز وطيب على الخاطر دياله كيف ماكتشوفوا معي كيجي فتي وممتاز ولاصوس كيجي نمع لك كيف ماكتشوفوا معي وخما فيش لما القياس ديال لاصوس كتخليونتو مع لحسب القوام اللي بغيتو كيجي معلكم حمض بنين بزافة دجاج كنتمنى لفيديونا الإعجاب ديالكم تفارتاجيو بالعائلة والأصدقاء باش عم الفائدة وهكا باش شجعوني تحفزوني أن أنا نبقي عفو نشارك معاكم حويجات هكا بساطين كيف ماكتشوفوا معايا هنا غندوز مباشرة مقادير وطريقة تحضير ففورجة ممتعة أول حاجة غادي نبداو بياهنا أنا عندي هاد الركيبات أو هاد الفخيضات ديال الجاج صغير ورين اللي غسلتهم مزيان حيتليهم الجلدة وحيتمنهم دوك الرواسب كاملين وكنحكهم بالملحاناج فو كان بقى نحيد دوك الرواسب كيتنقى دجاج مزيان مزيان عندي البصلة دوائر وكذلك طوماتسوغيز عندي واحد نص ديال حامضة اللي غا نحتاج لعاصر ديالها المادنوس جوج طريفات عكاك ديال الحامض مصير والفصوصة ديال التوم على هاد الشكل هاد يلما كانش رمضان ممكن تضيفه حتى اكتر هنا من بعد ما قطعت هاد المكونات كاملين غا نضيف عليهم شوية عزيز زيتون بالنسبة لتوم ممكن انكم تضيروا حتى اكتر كيف ما قلت لكم على حسب يلما كانش رمضان لان هاد اللاطة درتها تاني يوم رمضان ورجعت عودته البارح لان الصراحة كانت جي ممتازة هنا كان نضيف الملح ومننسوش ججاج انني ارقدت وانا شوية ديال الملح معا يلقى ديال سكنجبير صغيرة عامرة مزيان معا يلقى ديال خرقوم البلدي عامرة مزيان كذلك عندي نص معا يلقى ديال اللي بزار وكذلك غادي نحتاج واحدة رويس معا يلقى عامر مزيان ديال بابريكا حارة لكم الاختيار بالنسبة لضوق ديال الحرور هنا عندي واحد القبيصة اولا رويس معا يلقى ديال راس لحانوتة البنات اللي كي يجي هائل وعندي هنا واحد شوية ديال سمن ممكن لك هان سمن عادي تديرو حتى معا يلقى صغيرة معا يلقى ديال اللي هريسة حارة وهنا واحد شوية ديال الملوين هالبنات غير غامضوا عينيكم الاحسن اكتافيو بالخرقوم بلدي فانا الصراحة غير مرة وفين كن نستعملها ممكن نحاول مما كنستعملهاش الزط العاصر ديال دا كنص حامضة وهنا عندي هاد الاعشاب منسيمة مخلطيني لما كانوش عندكم مواجدين ممكن تحكو شوية ديال يازير تهرمشوهم زيان شوية دلحبق وشوية ديال زعتر تهرمشوهم زيان فراهم كافين بالنسبة للحامض مصيار وهاد شرمولة كاملة بدك سمن وراس الحانوت سمن انا درت شوي شوية لانا حار هادك سمن باقي ما خلطوش يعني غي شوية كافي لانا السمن كيما نقولو قديم ديال خالتي العزيزة اللي يحفظها ليو يطول عمرها يا ربي اللي ما كتنسانيش من اسمينة دائما هنا واحد شرمولة كيف ما كتشوفو معايا كجي رائعة بهذاك الحامض مصيار هنا الدجاج كيف ما كتشوفو معايا يراه كيباليكم مغسول مزيان 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 من بعد ما تغسلو الدجاج و تسقطروه و ديرو شوية ديال الخل في الماء ما تخويش الخل مباشرة و خليو هادك الدجاج ها كيطلق ليكم شوية در رواسيب من بعد تشلوه و حطوه و ديروو له الملحانيش فو خليو فوق واحد شوية من بعد كنجيب الملحة في ايد ديال و النص ديال الحامضة و كنبقى نحك في هادك الدجاج من الفوق عفوان حتى كيحيدلين هادوك الخيوط الرواسيب وكل شي كي يجي رائع و كي يجي بنين من الداخل هنا من بعد ما شرملت لفخيضات كاملين الفيديو را غادي و تتشوفوا كل شي على عينيكم يعني طريقة جيد سهلة كنحاول أنني إما نفلحهم و ندخليهم شوية ديال شرمولة إما كندخل من تحتي لكانوا هادو الركيبات إلا كانوا فخضهم جمل نحاولوا أننا ندخلوا في شي بليسات لأن الصراح هادك المزيج اللي في ذاك الحشوة كي يجي رائع ما بين الحامض المصير و السمن و راس الحانوت و هادك تتبيلة كاملة فكتجي رائع و خد جاج ديال الفران فاحنا كنخدموا بهذا الحشوة يعني أو لهذا الشرمولة هادي اللي كتجي ممتازة هادي طريقتي الخاص طفل جاج ديال الفران كتحب مقني و كتحب مق الأسرة ديالي و كل من ضاقة عندي هاد جاج هادا رايكي يعجبوه بزيف بزيف لأن جاج في الفران دائما تنشوفه أنه يتوا بالعادية أو لا أعشاب منسيمة و شي حاجة خيفة ولكن بالزمن و بالحامض مصير و براس الحانوت و بهذاك التوابيل الكاملة رايكي يجي رائع معل لك و ذاك الاسوس ممتاز حتى شي قطرة ديال ما ما كنديروه هنا كيف ما كتشوفه معي اللي طوما تصغيز او لما يطيش الصغيرة و رايكي نديرو هاديك البصيلة باش هكا ما يتحرقش لينا و دائما خدموا القياس ديال بجاج والبصيلة و كل شي على القياس اللي عندكم او الكمية اللي عندكم في اللاطة اللي تكون ما تبقاش خاوية ليكون من التحت باش ما يتحرقش و يجيكم هادا كلاسوس معلك هنا كيف ما كتشوفه معي بعد ما عمرت اللاطة ديالنا و جدتها باش غادي تدخل الفران قريبا على مئتين و خمسين داراجة يعني القياس عليش كان طيب الخبز عادي جدا وهنا اللاطة ديالنا هي هادي كيف ما كتشوفه معي صارح هرا كتجي مشارما لو مقادة ما كان ضيف لا زيت لحتاش حاجة حاليا لا فوق البصلة ولا والو كذلك ما كان زيت حتى شي قطرة ديال اللماء ديجا كيعطينا الماء من عنده و كيجي ممتاز غادي نغطي بالورق ديال الفران كيف ما كتشوفه معي هنا او للبابي كويسون او ورق الزبدة كل واحد و كيفاش اسميتو وهنا غادي نغطي بالالومنيوم من الفوق لان اي حاجة كالطيب منواليوش ليها مباشرة الالومنيوم لانها غير صحي مني كالطيبو و كيطلع في ذاك البخار كالبوهر كالطيبو كاريتا صارحة في الالومنيوم دائما نديرو الورق ديال الفران اول حاجة و عاد نديرو الالومنيوم دخلتو الفران و خليتو كنخليو حتى الطيب البصيلة تماما و طيب الجاج يعني هاد النقطة مهمة طيب الجاج تماما و الطيب البصيلة و عاد كنعريو عليه باش هكا غير تحمر و تنشف لينا شوية ديك لاصوس و تتعلق و كنخرجوه إلا كنا بقين ما غنقدموه كنرجعو نغطيوه ب ذاك الورق ديال الفران و الالومنيوم و نخليو حتى الوقت اللي يبغيو نقدموه من الاحسن طيب شوية شوية تاع الوقت ماشي طويل بزاف قبل ما نقدموه حاكا تصبح دلاطة راح كتجي وبنينا خطيرة و واعرة و اي واحد بصراحة دقها عندكم غادي تعجبو كتجي ممتازة هنم بعد منش شفتو حمرتو شوية كيف ما كتشوفو معاي وتعلق لينا داك لاصوس ما بقاش المرقب الزاف كي يجي واحد جاج هاي المعتبر كيف ما كتشوفو معاي فخيض من الداخل كيفاش كي يجي ناشف و طيب على الخاطر ديالو كي يجينا يعني فتي الحيمة ما كتجي ناش ناشفة و خم حايدين القشرة من الفوق فا كتجينا الحيمة فتية بزاف و خطيبها كفران كي يجي يا سلام البنة ديالو خطيرة ما نقولش لكم إلا جربتو اكيد غادي يعجبكم 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 بزاف 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 غصافي بهذا كنكون وصلنا النهاية ديالفيديو ديالنا و غادي نقول لكم شكرا على المتابعة ديالكم على تشجيعات زوينا لك تخليوا لي و غا نقول لكم ما تنساوناش من البارتاج بيالعائلة و الأصدقاء بش عمل فائداوي لكنتو أول مرة كتشاهدوا القناة سوبسكرايب و تفعيل الجرس بش توصلوا دائما بجديد القناة أكيد إلا عجبكم المحتوى و غا نقول لكم اللقاكم في فيديو قادم بحول الله أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته